مسأكم سعيد مشاهدين أمطار أو استمرار تسجيل تسلسل لتساقطات المطارية بحول الله عبر مختلف المناطق الجنوبية وحتى على المناطق الداخلية للبلاد خلال الساعات القليلة المقبلة بالخصوص المناطق الشرقية تكون معنية بتساقطات مطارية يعني معتبرة تتعدى 30 مم محليا وفي هذا الإطار قامت صباحة اليوم مصالح الأرصاد الجوية بإصدار نشرية خاصة حيث أكدت من خلالها على تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتراوح ما بين 20 و30 مم محليا وتكون هذه الأمطار إن شاء الله مرفوقة بالتساقط لحبات البرد وهذا بداية من الساعة الثانية بعد زوال اليوم تستمر إن شاء الله الأمطار في التساقط وبغازر إلى ساعة الحادي 11 أقول ليلا وهذا بكل من ولاية الصيف ميلا قسنطينا أم البواقي بات ناخشة وكذلك ولاية تتبصة إن شاء الله يعرف تكون أمطار خير وحنشوفوا التوقعات بالنسبة للأيام القليلة المقبلة حسب خالي توزير تساقط الأمطار بداية من يوم غاد الأحد إلى غاية يوم ثلاثان نحظوا يعني حنستقبلوا شهر سبتمبر بالأجواء الخريفية أجواء غائمة سحب سفلة تكون كثيفة محليا خاصة خلال فترة صبيحة بالنسبة تداد كذافة أقول بعد الظاهرة على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل خلايا رعادية تكون ماطرة إن شاء الله إن شاء الله يعرف تكون أنطار خير يعني نلاحظوا اللون الأزرق حاضر دائما بعد الظاهرة في حدوث الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة منتصف الليل عبر مختلف المناطق الداخلية وحتى المناطق الجنوبية للبلاد إن شاء الله يعرف تكون أنطار خير الأنطار تكون يعني متمركزة بالخصوص على المدن الداخلية الشرقية وكذلك الوسطى للبلاد تكون معتبرة محليا الآن نروح نشوفوا بالنسبة لدرجات الحال مرتقبة بداية من يوم غد الأحد إلى غاية يوم الثلاثة فيما يخص المناطق الشمالية الحمد لله تبقى دايما درجة حرارة فصلية عبر مختلف المناطق الشمالية للبلاد يبقى دايما سجلوا إن شاء الله ما بين حوالي 26 درجة كأدنى مقياس وأعلى مقياس سيصل إلى غاية 35 درجة وعلى عكس يعني باستثناء أقول المناطق الساحلية الشرقية تبقى دايما أجواء حرة نسبيا خاصة يوم غد الأحد لكن إن شاء الله يومي الاثنين والثلاثة تعود إلى معادلها الفصلي أما بالنسبة للمناطق الجنوبية نلاحظ أجواء جد حرة وارتفاع جد قياسي في درجة الحرارة يبقى دايما مستمر ويخص بالخصوص للجنوب الغربي كذلك وسط الصحراء لذلك رح تكون إن شاء الله ما بين حوالي أقول 45 إلى غاية 48 درجة كأعلى مقياس بالحديث عن الأجواء الحرة يجرون الحديث عن حالة البحر كوننا في فصل الصيف يبقى دايما بحر هادئ إلى قليل اضطراب يوم غد خاصة على السواحل الوسطى والشرقية بالنسبة ليومي الاثنين والثلاثة سيصبح بحر هادئ وجميل على طول الشرط الساحل سرعة الرياح يوم الغد بسواحل الوسطى والشرقية ستكون إن شاء الله ما بين عشرين إلى غاية 40 كم في الساعة لكن إن شاء الله يومي الاثنين والثلاثة لن تتعدى 30 كم في الساعة أما عن درجة حارة مياه البحر ستكون ما بين 26 إلى 27 درجة على السواحل الغربية والوسطى وتصل إلى غاية 28 درجة إن شاء الله على السواحل الشرقية مشاهدين بهذه التوقعات تصل لطيورقة حوالي تقصى العودة إلى سميرة لاستكمال بقية الأخبار ستكون بعد الفاصل